نرحب فيتش طيبة نورتينة هيا إن شاء الله طيبة طيبة أنت أصغر متطوعة الكويتية يمكن أن تشارف في السوشال ميديا يعني شون بديتي لما كان عمرك ست سنين حين ما شاء الله عمرك ثلاثة سنة الأمر كلها خلنا نتكلم بداية شون صارت الله يحيك السلام عليكم شونكم إن شاء الله بخير أنا متطوعة بريق سراحم شاركت لمكان عمري ست سنوات أو الرحلة في الحدود التركية السورية في أورفا شاركت برحلة تطوعية وحبيتها وايد وأمي عرفتني على التطوع وقمت أروح سفرات مع فريق تراحم وأطوع ويوم كنتي تسافرين مع الفريق شون كانت مساعداتك هناك وشن كان شعورت وإنتي تساعدين فلما كنا نروح كنا نساعدهم أو الشي نودي لهم حاجات أشياء يحتاجونها يوديهم كنابل مخاد أشياء يحتاجونها أساسية ونسوي لهم مسابقات وننس الأطفال ونسوي إلى أفريقا ومسابقات وننسهم ونستانس مع بعض حلو دائما الأطفال طيبة ونحن اليوم في يوم الطفل الخليجي المارح واللعب يأخذهم مع الصداقات اللي يكونون أنت لما رحتي أول مرة تركيا وبعدها رحتي سوريا هل كونت صداقات مع الأطفال الموجودين هنا؟ كان عمري عمر صغير وتستانس معهم ونسوي كنت طال الوقت ألعب معهم يعني أكون صداقات معهم حلوة شونت حسين أنهم محتاجين هناك لما كنت تروحين وانت قا تشوفينهم يعني في حالة مختلفة عن الحالة اللي أنت عايشتها هناك في الكويت شكرا هم محتاجين إلا أن أحد يوقف معهم أحد يساعدهم الحمد لله عندنا نعمة من الله الحمد لله وهم يحتاجون يعني بيوت أشياء أساسية عشان يبدو حياتهم ومعيشون يعني نحن نحمد ربنا على أن نقدر روح مدرسة نقدر روح جدي وهم ما يقدرون نسبو هذا شيء صح يعني الحمد لله عن نعمة الحمد لله شكرا يا رب وشون كانوا أهلت شويات لما كنتت رحين هالسفرات ونصيحة أو كلامهم لك من تجريع أكيد أمي هي اللي خلتني أروح معها يعني رحلات تطوعية واستانست وايد معهم وأهلي كانوا وايد بخورين بيني ويعني الكل كان بخور بيني لأنك أنت أروح من عمر صغير طبعا يعني فيها شيء شجع يعني مثلا شجعت رفيجاتك أو اللي حولتك أكثر لأن أتوقع لما تسوين هالعمل التطوعي يأثر وايد شعوريا شخصيا داخلت يكون فيه شعور ثاني يعني ما حس أن اللي ما يجرب ما يديش أنه هالشعور الفرحة أو الراحة أن أنا ممكن أن أكون أقدر أساعد أحد حتى لو شوي يعني مو إلا وايد من صحتي أو فيه من رفيجاتك وقالوا أنه ويدنا نتطوع وياتك وايد من رفيجاتك قالوا لي يعني يابوني عارفون زيادة عن هالفريق وأفريقى التطوعية قلت لهم أنني ملازم بس تسافرون يعني تقدرون تطوعون وأنت بالكويت يعني في طارصة متتوين أشياء برمضان فأهم حبوا هالأشياء وإن شاء الله بيجربونها إن شاء الله أنت بديت هي في تركيا وبعدها رحت سوريا عدل شنو الرحلة اللي يعني ما تنسينها وتبكرين كل تفاصيلها وشنو السبب كان هنا أول رحلة اللي هي تركيا أي أول رحلة شئين من ناك سوالنا نفس عرض وإحنا كلنا كنا يعني أهم كانوا يشاركون سوالنا عرض على أننا نحن نساعدهم يعني تشكر مننا لهم تشكر منهم لنا كنت صغيرة يعني أنت بست سنوات وبعدها صرت أصغر كويتية متطوعة في هذا المجال إحنا يعني مفهوم التطوع يمكن أنت الحين في سن صغير لكن لما تكبرين رح تحسين في أكثر بأن أنت لما تقعد تعطين أنت اللي ترتاحين وتقدمين شي حق نفسك يمكن الطرف الثاني ما يحس فيه كثير الحين وأنت سنة عن سنة تحسين في الشعور طيبة أنا يعني أنا حدي فخرة بنفسي وإن شاء الله لما أكبر أبي أسوي فريق بروحي وإن شاء الله سيكون كل أطفال أو تحسين شلو الأعمال لا سنسوي أعمال نفس في الكويت وخارج الكويت وأني أبي أساعد أهل غزة أبي أساعد أهل غزة وايد لأن أكثرون الخاطر وإن شاء الله الله يرحم ما هذا هو شلو الشعور لما كنت يلاجئين وهو صج الحمد لله عندنا فيها بس أكيد نظرتك لما شفتيهم لا نقول صدمة بس شيء ممكن حزين أو مبلد حوش شوي صدمة أنه ممكن حيات بني آدم تكون بهالطريقة شكثر هالشيء أثرت فيك أنا وشي تأثرت لما شفتهم كان الوضع حزين وكانوا أكثرون خاطري بس فرحتهم لما شافو أنه سوى نور داخل قلبي وشلون ممكن أنه أنت تحطين البصمة حقتش لهم أو تونسينهم حتى بشوي يعني شون كان أنه مع اللاجئين أنه ممكن أن نفس ما قلتي مثلا فرحتهم فعلي شون مثلا كنا نقدر نروح عشان نقدر نشوف شوي من فرحتهم شون ممكن نقدم لهم نقدر نقدم لهم أي شيء هم يستنسون على أصغر شيء يعني تعطونهم شيء صغير حسن أن هذا شيء كبير ووايد يعني زينة طيب اليوم ذكرتي أهل غزة وأطفال غزة وانتي يمكن عندتش تليفون تابعين من خلال وسائل تواصل اجتماعي الصور اللي الناس كلها قاعد تابع حق أطفال قاعدين يستشهدون فأنتي كطفلة لما تشوفين مثل هذه المناظر اليوم شون تحسين أنت شكتر وديش تساعدين يعني الأطفال وتساعدين أيضا يمكن زميلاتك غفيجاتك منهم يعني يتأثرون بهذه المشاهد وتكون لهم ردة فعل أنا يعني الشيء الأول شيء اللي قاعد أسوي إنه عشان أساعد أهل غزة أنا أقاطع أقاطع المنتجات اللي شجعون إسرائيل ويعني آن لما أشوفهم أتأثر يعني يطلعون لفيديوهات الناس ما عندهم أهل أطفال صغار يعني يكثرون الخاطر يعني ممكن نتكلم شوي إن شون ممكن تنصحين أو أن تشجعين الناس أن يتطوعون حتى نلوه بطريقة بسيطة نفس ما قلت أنا ممكن أنا أكون بالكويت وأقدر أتطوع بس ويدنا يكون مثلا لو أنا أقولها حق مثلا أهل غزة ممكن أنا أشوف في النظرة أن أنا من الكويت حتى لو تطوعت شوي ما يأثر كثر ما لو أنا فعليا كنت هناك ومتطوعة بنفسي فنبي نصيحة حقهم اللي تشجعهم أن حتى لو سويتوا شي بسيط بلا يفرق هو مو بس أنه فقط لازم وجودي هناك عشان أسوي البصمة أو تفرق لا هو يأثر يعني على كل شيء ثانيا إذا يعني تعطين حق الناس اللي بلا الكويت تقدرين يعني تعطينهم أكولاجنات خيرية تعطينهم ألعاب وإشياء التي ما تحتاجين ويودونهم حق الناس اللي مناك وتريس تنسون فيهم موايد يعني الفرحة اللي تتعلوا يهم موايد هلوى هذه مرسالة اليوم طيبة بأن الواحد إذا في أطفال قاعد يتابعون عندهم ألعاب أو أشياء أو كتب هم موقع يستخدمونها كل هذه ممكن نستخدمها في رحلات لدول خارج الكويت هذه صورة من رحلتك إلى اليمن كلمين شوي عن تفاصيل كنا مسافرين رحلة سياحية في اليمن وكان أكو بورت منها تطوع فرحنا منك بيت في اليمن في صغطرة وكنا يجبين أشياء عشان نوزع على الناس اللي منك وعطيناهم شيء هدايا أشياء كتب نوتات باللونات أشياء يستمتون فيها نحن فخورين جدا فيتش طيب القطان اليوم يعني في يوم الخليجي يوم الطفل الخليجي نحن فخورين به النماذج اللي قانشوف ها اليوم معنا أنا وزينب قانشوف أكثر من النموذج للطفل وشاب كويتي وكويتي في مجال التطوع ومجال العمل الخاص والأطفال شكرا لك وإن شاء الله نبيتش تكملين ونشوف إن شاء الله سنة عن سنة تبدعين في هذا المجال إن شاء الله نورتين حبيبتي نحن مكملين إن شاء الله معكم وننتقل الحين إلى زمين سعود المزيع الزينب دائما يعودنا على فقرتها دهن العود واللي يروح إلى اللهجة الكويتية إلى ضيوف الباحثين في المجالات المختلفة اليوم عند الباحث في اللهجة الكويتية وتراث فاطمة العمار نشوفها ونرجع تواصل معكم